نحن جائزة خليفة التربوية دائما تركز في رسالتها على نشر ثقافة التمييز أينما كانت يعني كان على المستوى المحلي أو مستوى الوطن العربي أو حتى الدولي وهذه الجائزة من 2007 تقريبا بدأناها وانطلقنا ونحن الآن ماشاء الله في الدورة 17 وفي اهتمام ورعاية كريمة من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة حفظ الله وأيضا دائما في استمرارية وتوجيهات مستمرة وحثيثة وجهود يعني لا توقف أبدا يوما بيوم من رئيس مجلس الأمناء سمو الشيخ منصور بن زايد نائب رئيس الدولة حفظه الله ومجلس الأمناء ما شاء الله عليهم يعني كل واحد بفكرة لتطوير هذه الجائزة بالفعل رسالتنا دائما في نشر الثقافة التمييز في الميدان في التعليم في حتى الطلبة أولياء الأمور وغيرهم وترجمنا هذه الرسالة بأهدافنا المختلفة مثلها تشجيع الابتكار أيضا الاهتمام بالهوية اللغة العربية الاهتمام بالإعلام الجديد والاستدامة وخدمة المجتمع هذه كانت من أهم رسائلنا لنحن نبقى نوصلها للميدان جميل غير ذلك أيضا اهتمت في رسالتنا في نشر ثقافة البحوث والبرامج والمشاريع التي تخدم الطالب كانت سواء في التعليم العام أو التعليم العالي جميل سعادت شو مدى نجاح الجائزة يعني سواء على المدى العالمي والمحلي وكم تقريبا عدد الفائزين فيها الحمد لله بفضل المجهود الفريق العمل اللي معنا كان من مجلس الأمناء أو المنصقين أو المحكمين أو فريق العمل المتواجد في جائزة خليفة تربوية واللجنة التنفيذية والمانحة بدأت تتوسع الجائزة نبشركم وماشاء الله نحن دائما ما نفكر بالعدد لكن النوعية اللي تجينا نوعية المتقدمين أو المترشحين نعم نعم نحن وصلنا إلى 522 فائز وفائزة في مختلف المجالات يعني نقول تقريبا عنا 10 مجالات تندرس 17 في مختلفة ما هي جهود الجائزة في دعم ورعاية العمل الفائزة الحمد لله انطلقنا كجائزة خليفة تربوية على مستويات مختلفة الجامعات المدارس المعاهد المعارض الملتقيات الورش العمل حاولنا نغطي أكثر من مكان يتواجدون فيه الفائزين يعني ينشرون ثقافة فوزهم استفادة من خبراتهم أيضا الكتب والإصدارات الفائزة من بحوث ومشاريع دائما موجودة في المعارض في الملتقيات في المؤتمرات غير ذلك موجودة أيضا على الموقع الإلكتروني لأن تعرف أننا نطلقنا عالميا عشان سهولة المعلومات بس تدخل على الموقع تنزل البحث أو التأليف وانت مرتاح تشوفها موجودة ولكن الحقوق الطبعة كي محفوظة للفائزين اشتركوا في القناة